مرحبا طلابا كاتو يا جماعة النهاجان حاجة والزبحة الصدرية حاجة الفيديو ده حزين انا المراتي عشان جات لي عيانة مش سنها مش كبير يعني والستات اصلا في سن التلاتينات او الاربعينات مستبعد ان يجي لهم حاجة في شرايين القلب عندها شوية نهاجان بتنهج زي اي واحدة ست عدت الاربعين واضخينة شوية وزنها زيادة النهاجان اكتر سبب يعمله حاجة اسمها قصور في انبساط القلب عملناها حالة وحدها سميت الحلقة اشهر سبب للنهاجان في مصر اللي زعلني وهي بتحكيلي هنخليها هي تحكي لنا حسن ازاك حاجة حنان عملية اخبارك ايه الفيديو ده عشان غيرك يستفيد اقول لي حنان انتي كان شاكوتك ايه ايش شاكوتك اصلا كان في عملي تنهاجي لما تنش نهاجان كتير وفي بجعة في صدري بالمناسبة بس عشان ما حدش يفتكر ان الوجع ده من القلب هي عملت اسطرة وطلعت شرين القلب سليمة بالمناسبة اعظوا ان بعض الاسطرة لسا بتنهاجي برضو يمكن تعبتي اكتر في اعراض جديدة ظهرت فس انا ما عربش سببها هو ايه اللي حصل في الاسطرة احكيلي كده اه حصل ان هما مداخلين في الفغد اليمين اه الشريان كان لازق في الوريد فالشريان انشاطر والوريد اتقطعت بتاع رجلي حصل ان بيقولك حصل بقلطة بقى جلطة في شريان الرجل في وريد في وريد الرجل اه وانشطار في الشريان اه ياه وحصل لك انت قلت كمان توقف في القلب وعملولك صدمات اه انا ما فهمتش حاجة لقيت نفسي قلت عن الوعي وفوقت بعد كده عليهم مرمومين علي اونا في العمليات تمام اه غالبا انت اللي حصل توقف في القلب وقلولك في الاخر ان شرعين الاسطارة سليمة اه وانت دلوقتي شكوتك ايه بقى انا شكوت ان فيه تعب هنا في صدري هنا كده واجع في صدرك اه واجع في صدرك وبتنهاجي لسه نهاجان لسه مستور حتى في الكلام البسيط يعني انت بعد الاسطارة احسن ولا اوحش ولا زي ما انت لا انا بعد الاسطارة اتعف شوية اوحش من ناحية ايه انك لسه بتنهاجي وان الواجع اللي في صدرك مراحش وبعدين بقى فيه عدم تسينه عشان نزفت كتير عشان نزفت كتير اللي انا عايز اقوله ان النهاجان سببه شيء غير الزبحة الستة عملت ايكو وطلع كويس وعملت اشعة بالمجهود وطلعت كويسة وبتنهج مش بيجي لها زبحة صدرية الواجع اللي بيجي لها لما دوسنا عليه عرفنا انه من العظم واشعة اللي بالمجهود مسح زري بالمجهود طلع سلبي يبقى ليه نعمل لها اسطرة وتعمل لها اسطرة حصل فيها اطعف الوريد وتجلط في الشريان وبعدين قاعدت تاخد ادوية سيولة وماريفان وبعدين حصل نزيف ونزفت فجالها انيميا فداخت وما زالت بتنهج لنفس السبب اللي عمل لها النهاجان اللي اصلا كان مفروض تتعالج منه في الاول بشوية ادوية الا وهو قصور انبساط القلب اللي علاجه ان احنا نزبط شوية ضغط ونزبط عدد دقات القلب اللي هي سريعة دلوقتي حوالي تسعين دقا في دقيقة وهنديها ادوية تزبط الانيميا اللي هيموجلوبين وصل لتمانية ومش هنلعب في الشرايين لان شرايين قلبها سليمة جدا دا احنا هنحاول نعالج الجلطة اللي حصلت في الرجل وعملت اشع على شريان الرجل اللي لقيت ان الجلطة احسن النهاجان ليس هو الزبحة لما واحد يطلع السلم ينهج غير لما واحد يطلع السلم يجيله سكينة توقفه دا زبحة وشرايين وده نهاجان وقصور في انبساط القلب كتير قوي العين ما يعرفش يوصف فيقول للدكتور انا بطلع السلم اتعب فيظن الدكتور لو ما سألوش كويس انه اتعب يعني يجيله سكينة توقفني فيقوله يلا نعمل اسطرة وتطلع في الاخر اسطرة سليمة وما كانش اصلا محتاج اسطرة ويتحور في الاسطرة ويجيله جلطة في الاسطرة وينزف في الاسطرة ويتقطع يحصل انشطار مش عارف في الوليد ولا ويفضل ينهج زي ما هو وانت بتروح للدكتور اوصف كويس انا بنهج ولا انا بيجي لي واجع في صدري وزبط الاول الحاجات اللي اتبوز الشرين زبط الكوليسترول لو فيه سكر لو فيه ضغط زبط ضربات القلب زبط عدد دقات القلب زبط الضغط لو عالي ساعتها هتلاقي الواجع خف اصلا من غير او من قبل ما تعمل اسطرة يا رب تكونوا استفدتوا من الحلقة دي النهجان غير واجع الصدر حلو الحلقة دي نزحة مفيدة انت غالي علي عشان نزوك حضرتك الله يرحمه كان استاذي واخويه الكبير بنا يبرك فيك وجعلني يا رب سافل الشفاء وان شاء الله المرة اتجا نصور معك والنهجان راح تحياتي ليكو في امان